بصراحة عروتنا اللي حكينا عنه اللي هو أنه يصنف الموظفين بناء على 10% من موظفين يكون تقييم ممتاز حصريا وهذا يعني يعني بعرفش الآلية ممكن المقتصرين 40% يكون تقييمهم جيد جدا 40% من الموظفين يكون تقييمهم جيد 800% من الموظفين مقبول 2% يكون الموظفين تقييمهم ضعيف فذول عامين أول عام يحرم من الزيادة السنوية العام الذي يليه يطرد من الوظيفة السؤال هؤلاء الموظفين باعتقادي هم نتاج عقود من سياسات الاسترضاء والواسطة والتعينات اللي كانت موجودة هذا النظام بالصورة الآلية اللي موجودة حاليا سيلحق بما يجري الآن ويشاهد الجميع والمستمعين يعرفون من التعينات التي تكون في كثيرا لا تنسى المشاهدين إذا سمحت التعينات والترفيعات والتسريح من الخدمة التي تخضع فيه كثير من الأحيان إلى العلاقات الشخصية والمزاج بتسريح من الخدمة في كافة القطاعات من الحكومة عدم موجود الآلية التي تنظم عفوك بديش أقاطعك ولكن مداخلة بسيطة أنت بتعرف يعني بعد موسم الانتخابات نعم قديش بصير في حالات انتقامية بالظبط بالآلية الموجودة أو الأرضية اللي موجودة الآن في التقييم ما هي الآلية كم سيتظل موظف فروق الرواتب ماذا عملنا لهؤلاء الموظفين هل كان هناك دورات يا ضيم أحكمة العدل العليا شو بدأت تشتغل يا معلم على اعتراضات على قرارات إدارية لا بس أنا أبي أدأس أسأل أبو أحمد هل تم وضع ورشات تدريب لهؤلاء الموظفين هل تم تطوير أداؤهم هل تم عمل لقاءات معهم ما هي الآلية أو الأرضية الموجودة من فروقات الرواتب في المؤسسات المستقلة التي يتقاضى الموظف ألاف الدنانير بينما في القطاع العام يتركض 300 دنانير هذه قبل أن تطلب من الموظفين لأن قبل أن تقييم الموظفين يجب أن يكون هناك أرضية لبناء عليها محمد زيد العجلوني نعم حكا اللي بدخل للوظيفة الحكومية وظيفة الدولة من دخل دار أبو صفيان فهو آمن شيك نعم طب السؤال أنه طالب الجامعة لما بدخل ممكن ينزلوا انذارات على انقفاض معدل وتحت الستين وهو المقبول لغاية ما كان يدخل تشعين ساعة بدخل بحصانة أنا السؤال إذا موظف مضى على خدمته 15 سنة بناء الحصانة على موضوع الحصول على تقريرين ضعيفات هذا واحد ناحية الثانية صار له 15 16 17 18 سنة بالوظيفة لم يأخذ ولم يدخل أي دورة تأهيلية أو دورة ترفض إمكاناته الإدارية والوظيفية تجي تحاسبه الآن ثلاثة ثلاثة ربط هذا القرار بإيد مين والتقييم من يسأل يقوم التقييم ما يلا جنيه صدر القرار لمين أتظلم بالضبط كله بدنا أنا بحكي لك هي محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالقضايا اللي بيكون للدولة للمؤسسة الحكومية للوزارة دور فيها فأنا بظلم لدى محكمة العدل العليا ولماذا لا يكون مدراؤهم المسؤولين في عندنا جهات في عندنا دائرة أو محكمة مصغرة نجي نقول محكمة التظلمات الإدارية ما في عندنا في عندنا لا في المحكمة الإدارية هي حق للموظف أن يطعن فيها إذا تعرض للظلم أو التزديق محكمة الإدارية نعم لاحقة على الطوال نعم لا بس أنا بدي أسأله يا أبو أحمد سؤال إذا بتسمح لأنه في ظل هذا الوضع من سيقوم بالتقييم هل الموظف هل المدير لا يوجد موظف ضعيف بل مدير ضعيف في اعتقادي أنا المدير الذي لا يقوم بتدوير وتطوير دائرته بحيث تتواكب مع العصر وتلبي حاجات المراجعين وطالبي الخدمة هذا المدير يتحمل المسؤولي أكثر عجبتني مبارح بأنه أحد الإخوان اللي عقله من يركاتب على الفيسبوك أنت قلت لي بأنه كاتب إذا كان هناك شخص من المفروض سؤاله المدير هو المدير بالضبط يعني من هو الذي يسجل بحقه الفشل هذا الموظف الذي لم ينتج ولا المدير اللي ساكت عنه ومش قادر يخليه منتج والوجه وبديره هون السؤال فإذا كنا إحنا هذا الموظف نملك الصلاحية كونه بدرجة إدارية مدير إني أنا أقيمه طب هذا المدير اللي يدير بفشل هذه المؤسسة أو هذه الإدارة من يقيمه